لليوم الثاني تواصل موجة التقس السيء تعطيل حركة الملاحة في عدد من المطارات في العاصمة الروسية موسكو وعلنت مطارات موسكو تأجيلة 54 رحلة وإلغاء ثماني رحلات أخرى صباح اليوم وسط هطول أمطار غزيرة وتساقط للثلوق وشهدت مرات قوسة روسيا في اليومين الأخيرين عاصفة ثلجية قوية وتساقط أمطار غزيرة ما دفع وزارة الطوارئ الروسية إلى إصدار تحذير طارئ بشأن التقس وسط توقعات بأن يتم تساقط كميات قياسية من الثلوق قد تتجاوز الرقم القياسي اليومي الذي تم تسجيله سنة 1960